تنصيب اللجنة الوطنية للمرأة من طرف الأمين العام لحزب التجمع الوطنية الديمقراطية الطيب زيتونية تكون فيها لجنة لكن خليوني نقول ما نسميهاش لجنة أنا لو أن النظام الداخلي والقانون الأساسي سمىها اللجنة الوطنية للمرأة لكن نقول هذا الفضاء أو هذه الهيئة الوطنية اللي ستليد إن شاء الله اليوم بفضل كنا جميعا وبفضل الله سبحانه وعز وجل ستكون حاملة لكل هذه القيم لجنة ستعمل على تعزيز مكانة المرأة في السياسة كما المجتمع بما يضمن بلوغها المراكز اللائقة بها في الساحة السياسية جاء هذا الميلاد الجديد لإبراز دور ومكانة المرأة في الساحة السياسية وإبراز كيفية مثابرة ومكافحة ونضال المرأة من أجل القضايا الوطنية تنصيب اللجنة الوطنية للمرأة يأتي في خضام الإصلاحات السياسية التي بشرها رئيس الجمهورية لإعادة الاعتبار للمنظومة القيمية وترقية الممارسة السياسية ترجمة نانسي قنقر